يتحدثون عن المغالطة من حيث اللفظ وهذا له إشكال كبيرة اللفظ في ذاته يمكن أن يغالط به وكان ابن فارس من اللغويين الكبار يقول من قصر في اللغة من قصر في اللغتي غولط فغلط من قصر في اللغة غولط فغلط أي إذا كان الإنسان لا يعرف اللغة يغالط فيقع له الغلط لأن أصلا لا يفهم معنى العبارة وذكر في هذا أشياء أذكر أنا حالتين أو ثلاثا فقط فمن أسباب المغالطة طبعا هناك ما هو مغالطة صريحة وهي التورية التورية مغالطة مباشرة أي حينما أسألك وأنت تتوري فلأن المقصود حينئذ أن لا تقول شيئا هذه التورية معروفة لأن الإنسان إما أن يكون خائفا الإنسان المفتلوب من الإنسان أن يصرح كل يوم بكل إذا كان ذلك تصرح سيجلب له ضررا فهو لا يصرح ولكنه لا يسكت ويجيبك بجواب فيه تورية وهذه التورية هذه المقصود لأن الأصل في البلاغة هو البيان ولكن في باب التورية الأصل هو الإخفاء التوريق مع الإخفاء وعلى أن تقول شيئا لا تريد للآخر أن يعرفه وده وقع كثيرا في 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 اللسان العرب وفي كثير من على ألسية البلغاء والأبينا لكن الآن نحصل لك حديثة في سبب واحد وهو الاشتراك الاشتراك اللفظي هذا الاشتراك اللفظي معناه أن الكلمة الواحدة ها الكلمة الواحدة تتعاورها معاني كثيرة دبلكم فأنت حينما تتحدث مثل المثال العادي العين العين هي التي ينظر بها الناس والعين الذهب والعين الحقيقة في عين الشيء عين الشيء فيها حقيقة أشياء من هذا القبيل كلها تسمى عين والجاسوس عين ومين يقولون هذه ربما تكون أي الاشتراك في الأصل ألا يكون من قبيل المجاز لأن المجازة هو انصراف عن المعنى الأصلي إلى معنى آخر لقرينا ولكن إذا كانت الإطلاقة كلها تأتي دفعة واحدة هذا من باب الاشتراك هذا الفرق بين الاشتراك والمجاز الاشتراك معاني كثيرة تطلق دفعة واحدة على كلمة معينة حينما تقرؤون مثلا في الاستعمالات التي يستعملها الناس ومن غير أن يستشيروا للقوامس ولا كتب البلاغة تجدونهم يستعملون الكلمة الواحدة بإطلاقات مختلفة اليد اليد في استعمالات العادية فلان له عليه يد أي فضل هذا يده طويلة من أن يستطيع أن يذهب بعيدا في نكاية بالآخرين والإلحاق الضرر بهم هذا يده خفيفة ما معنى يده خفيفة شنو يده لس لس لشافة يدها وهذا مثلا هذا يده مغلولة هذا يده مدقوبة مبذل هذا يده مغلولة وهذا يده هذا يده أو حل شخص يقول كنا لا نستطيع ما ندل والو يديم كتفة مكتوف مكتوف ليدين هذا جاء يحمل يضع يدا أمام يدا من الخلف معنى أفلس وهذه سمجبر الوالب قد يدمن لرد ودن القدام ليستر عورته هذه كلمتي الآن لو تتبعتموها في الاستعمالات العادية لو وجدتم أنها تستعمل بمعاني كثير هذه كلمة واحدة وهذا من معنى توسع اللغة العربية وثرائها ومع ذلك الناس لا يخطئون فيها يعني